برنامج من الكويت يأخذكم في رحلة بين أبرز الشخصيات الكويتية ويسلط الضوء على أهم الأعمال التي ساهمت في نهضة الدولة وتميزوا بالأعمال الخيرية في عصر النهضة الكويتية وفي بناء القيم شخصية اليوم خضير عبدالله الشهاب ولد خضير عبدالله الشهاب في سكة العودة بمنطقة شرق في دولة الكويت عام 1910 بدأ مسيرته التعليمية في كتاب الفريج وهو المعهد الأول للتعليم أنذاك فأتم حفظ القرآن الكريم كاملا وفي مدرسة الحمادة تعلم القراءة والكتابة وشيئا من الحساب بعد أن أتم خضير عبدالله الشهاب مرحلة التعليم اتجه إلى البحر ولم يستمر طويلا فبعد خمسة أعوام من العمل في البحر أصابه حادث خطير جعله يتجه إلى العمل بالتجارة واشتهر بعدة أعمال تجارية انفرد بها بينما عمره لم يتجاوز الثانية والعشرين فكان أول من باع الساعات السويسرية في الكويت عام 1932 وفي السبعينات اتجه إلى تجارة العقار خضير عبدالله الشهاب كان رحمه الله محبا للعمل الخيري تعددت أوجه الإحسان في حياته فكان مهتما بعمارة المساجد فقد اجتهد في بناء العديد من المساجد داخل وخارج الكويت فقد قام ببناء مسجد في منطقة جنوب السرة تمت تسميته مسجد خضير الشهاب وقد قام ببناء مصلا بمنطقة السالمية على نفقته ولم يكتفي المحسن خضير الشهاب رحمه الله في إعمار بيوت الله في الكويت بل سعى في إعمارها خارج الكويت فقد قام بتأسيس ستة مساجد في عدة دول عربية وإسلامية مسجدان في الجمهورية التونسية ومسجد في البصرة وجامع كبير في أفريقيا ومسجد في أفغانستان ومسجد في باكستان توفي المحسن خضير عبدالله الشهاب رحمة الله عليه في عام 2001 رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجعل أعماله في ميزان حسناته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر